موسيقى ثورة القسام عام 1935 ساد القلق الشعب الفلسطيني بسبب المصير المحزن الذي ينتظر الوطن جراء سياسة الانجليزة الرامية الى جعل فلسطين وطنا قوميا لليهود فاندلعت مظاهرة صاخبة في مدينة القتسة في السابس عشر من اكتوبر من عام 1933 كما اعلن الاضراب الشابل الذي استمر لمدة اسبوع تصدت بريطانيا لهذه التحركات بالعنف واستخدام القوة فالغت الاضراب وقمعت المظاهرات واعتقلات الزعمة حتى ان الشيخ نوسى كاظم الحسيني زعيم فلسطين الكبير وكان عمره انذاك سمانين عاما لم يسلم من اعتداءاتهم بالهروات فتوفي متأثرا باصابته ايقن الشيخ عز الدين القسام بان الحل السياسي وحده لا يكفي لمواجهة المشروع الصهيونية والسياسة البريطانية التي تحميه وطرعه فقرر ان يلجأ للجهاد المسلح اكمل القسام استعداداته مع انصاره للقيام بثورة كبرى لتحرير فلسطين وقد كان المخطط ان يبدأ ثورته من الجبال حتى يصعب القضاء عليها استدعت بريطانيا قواتها من كل انحاء فلسطين وطوقت قرى يعبد الذي اتخذ منها الشيخ القسام مكانا له هو وانصاره ووقع القتال بين قوتين غير متكافئتين عددا وعدا فكان كل سائر يقابله نحو اربعين شرطيا طالبت بريطانيا الشيخ القسام بالاستسلام واستمر الشيخ القسام والثوار في المعركة ست ساعات كاملة حتى استشهد اغلبهم ثم استشهد الشيخ القسام فكان اعلانا بفشل الثورة لقد كانت هذه الثورة رغم انها لم يكتب لها النجاح هي الشرارة التي انطلقت بعدها ثورة فلسطين الكبرى عام الف وتسعمائة وستة وثلاثين كما كانت السبب في اتجاه الشيخ امين الحسيني الى الجهاد المسلح عقب اعلان انشاء الحزب العربي الفلسطيني وانشاء جناح سري له للقيام بواجب الجهاد صفحة من ذاكرة امه عجنت بماء الصمود ومازج النضال دماءها وما زال لديها الكثير لتحكيه لنا عن قصة ومشوار بقائها اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة